موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه التغطية الخاصة التي تأتيكم من على شاشة الفلوجة لمواكبة آخر تطورات مشهد العلاقات السعودية الإيرانية والذي تطور ولم يكتفي بتطوره على السعودية وإيران بل تعداه إلى قطع العلاقات الإيرانية البحرانية وقطع العلاقات الإيرانية السودانية وكذلك تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين دولة الإمارات وكذلك إيران كل هذه التطورات والأحداث الدبلوماسية ربما أعقبت القرار السعودي القضاء بإعدام نمر النمر وهو أحد رجال الدين السعوديين الذين قررت السلطات القضائية إعدامهم مع 47 آخرين من المتطرفين والمتهمين بقضايا أرهابية نبدأ الحوار مع ضيوفنا ومناقشة تفاصيل الموضوع وتداعياته عراقيا وأقليميا واستشرافا لمستقبل هذه التطورات بعد أن نتابع وإياكم التقرير التالي أعلنت الخارجية السعودية مساء الأحد قطع العلاقات مع إيران وطالبت الوفدة الدبلوماسية والقائمة بالأعمال الإيراني مغادرة الأراضي عقب 48 ساعة احتجاجا على حرق سفارة الرياض في طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد السبت وموقف إيران إثر إعدام الرياض لرجل الدين الشيعي نمر النمر خطوة قطع العلاقات تأتي لتضاف إلى سلسلة من التوترات والتنافس بين الخصمين الإقليميين حول ملفات عدة لسيما النزاع في سوريا واليمن الوزير عادل الجبير قال في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية السعودية إن السلطات الإيرانية لم تقم بأي جهد لمنع الاعتداءات التي وقعت على السفارة السعودية في طهران ليلة السبت وإنه تم نهب الممتلكات من داخل المقر كما أن هذه الاعتداءات تأتي بعد تصريحات نظام إيران العدوانية التي شكلت تحريظا سافرا شجع على الاعتداء على دعثات المملكة وبعد أقل من 24 ساعة على قيام السعودية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران أعلنت عدة دول عربية تضامنها مع المملكة العربية السعودية في موقفها عقب الاعتداء على السفارة السعودية في طهران مملكة البحرين أعلنت الاثنين قطع العلاقات مع إيران وطلبت من الدبلوماسيين الإيرانيين مغادرة بلادها خلال 48 ساعة فيما أعلنت السودان طرد السفير الإيراني واستدعاء سفيرها من طهران في الوقت الذي خفضت فيه الإمارات التمثيل الدبلوماسي مع إيران وأوضحت المنامة أن قرارها يأتي بعد الاعتداءات الآثمة الجبانة على السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران عدة إياها انتهاكا صارخا لكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتجسد نمطا شديد الخطورة للسياسات الطائفية التي لا يمكن الصمت عليها أو القبول بها وأرأت أن الأحداث الأخيرة تستوجب وعلى الفور ضرورة التصدي لها بكل قوة ومواجهتها بكل حسم منعا لحدوث فوضى واسعة وحفاظا على أمن المنطقة بكاملها واستقرارها وعدم تعريض مقدرات شعوبها لأي خطر عراقيا فقد أكد السفير السعودي في بغداد ثامر السبهان عبر تغريدة على تويتر سلامة البعثة الدبلوماسية في بغداد وقيام السلطات العراقية بواجبها في حماية السفارة مصرحا عن ضرورة تقديم العقلانية والحكمة في التعامل مع القرارات السعودية السياسية والقضائية تغريدة السبهان تأتي في وقت تصعد قوى سياسية عراقية من لهجاتها تجاه السعودية ومنها قوى تعود إلى ميليشيات مسلحة فاعلة على الميدان العراقي أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام نرحب ضيوفنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد عباس الموسوي المحلل السياسي ومعنا عبر الأقمار الصناعية أيضا من عمان الدكتور نزار السامراء المستشار في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية أهلا بكم ضيوفا على هذه التقطية الخاصة دكتور نزار لماذا هذه العجة السياسية والهيجان في المواقف السياسية العراقية إذا شأن داخلي سعودي بقرار قضائي له مسوغات وكما تحدثت المملكة وسلطاتها القضائية قالت بأنه جرى ذلك ضمن شرع الله عز وجل لماذا هذا الهيجان الداخلي في العراق إذن تحية لك والمشاهدي قناة الفلوجة للعاملين فيها يا سيدي آخر من يحق له أن يعترض على أحكام قضائية تصدر في أي بلد في العالم هما إيران وحكومة المنطقة الخضراء لأن الإعدامات التي تحق في هذين البلدين لم تسجل لهما سابقة في كل تاريخ الشعوب الإعدامات تجري على قدم وساق من دون تهمة ومن دون محاكمات ذات طابع قضاء مهني القضاء مسيس والأحكام تنفذ على الهوية أو على الظن وأحيانا لا يساق أحد حتى يدهمة أمام القانون وإنما يتم الإعدام ميدانيا مع كل مشتبه فيه عندما أسمعوا كلام المسؤولين في فضائياتهم ويتحدثون عن انزعاجهم من الحكم القضائي الصادر في المملكة العربية السعودية على 47 متهما كلهم إرهابيون ويختزل الحكم القضائي عن كل هؤلاء ويركز فقط على نمر باقر النمر فذلك تسييس لأحكام السلطة الحاكمة في المنطقة الخضراء وانظر بازدواجية ومعايير مختلفة إلى ما يجري في إيران وما يجري في العراق عندما يحاول حكام بغداد في الوقت الحاضر أن يحترموا القضاء أن يوجهوا سلطات القضاء إلى أن تطبق القانون بحرفية ومهنية ومن دون تسييس عند ذاك من حقهم ألا تعتقد بأن التوقيت فيه إشكالية دكتور نزار يعني توقيت تنفيذ الاعدام وما جراه من إجراءات أخرى ربما في توقيته يعني يعطي مسوغ لكل هذه الضجة الإعلامية والسياسية التي حصلت سواء في الرياض عفوا في مغداد أو حتى في طهران لو أن هذا الحكم صدر ونفذ في أي وقت من الأوقات لقلنا هذا الشيء هل أن الوقت كان مناسبا أو غير مناسب أو أن هذا الحكم جاء أو التنفيذ جاء في وقتهم لم يأتي وما هو الظرف الذي تعيشه المنطقة يا سيدي هناك محاولات إيرانية منذ زمن بعيد للقضم التدريجي والانتشار في العالم الإسلامي المملكة العربية السعودية خضعت لبرنامج لتطويقها من كل الحدود طيب هذه قضية ثانية دكتور عفوا معذرة حتى يعني لا نستفيد كثيرا ونحن لازلنا في إطار السياسة العراقية وتداعياتها وتداعيات تلك التصريحات أستاذ عباس كيف تعلق على ما ورد في كلام الدكتور نزار السام الرائي في جزئية أنه شأن داخلي لماذا لا نلتفت إلى شأننا نحن في مسألة الإعدامات التي تجرى ميدانيا ونؤهل الموضوع القضائي في العراق وهناك أصوات تتحدث عن ضرورة تشريع قانون عام لكثرة المظلومين ولا تحدث عن مساءل ليس لنا بها علاقة كرام أنا بحقيقة ما ركزت كثيرا بكلام نزار لأن استوانة معروفة دائما يكررها على كل الفضائيات أتمنى أن تكون الحلقة أكثر جدية من هذا الكلام الإنشائي ونقرأ له حرية التعبير أستاذ له حرية التعبير وجهة نظر نعم نعم وأنا مطيني حرية التعبير أكيد أنا هم خليني أعبر عن ما أؤمن لك الوقت فلذلك خليني أن نجعل نجعل الجزء المهم في هذه الحلقة إنعكاسات هذه الأحداث على الواقع العراقي أنا أتصور لا قبل الانعكاسات قبل الانعكاسات يا أستاذ عفوا عفوا يعني سألتك عن يعني وجهة نظر مطروحة لماذا هذا الاهتمام بشأن ليس شأننا يعني جاوبني على هذه الجزئية ثم ننطلق فيما بعد هو هذا هو هذا هو هذا أنا اللي أريد أجاوب عليه نعم أنه إحنا الاهتمام فيما حصل في قضية إعدام الشيخ النمر لأكثر من سبب واحد من الأسباب إن الساحات في المنطقة مترابطة خاصة الساحات المتشابهة طائفيا يعني السعودية فيها الشيعي والسني والقوميات الأخرى والعراق كذلك لذلك نحن عندما حذرنا وطلب من السعودية أن لا تنفذ الإعدام لأن الساحاتنا ملتهبة ساحاتنا غير مستقرة حتى المتصيدين في الماء العكر لا يحاولون تأزيم الوضع طائفيا وتأزيم الأوضاع وزيادة الأزمات هذا الذي أزاد الوضع وأزاد الاحتقان السعودية لم تراعي أحد إضافة إلى نقطة أخرى أن رجل الدين يجب أن يكون له حسابات أخرى والقضية التي أعدم عليها التي أعلنتها السعودية هي ليست قضية تستحق الإعدام وإنما هي قضية رأي فالعراق بلد ليس بلد صدام حسين وحزب البعث السابق نستطيع أن نعبر عن ما نشاء ننتقد الإدارة الأمريكية والبريطانيا وهناك من العراق ومن هذا الاستوديا يخرج وينتقد إيران العقلية الشمولية التي البعض تربى عليها انتهت غير موجودة في العراق فلذلك من حقي أنا أدافع عن ما أعتقد به ويأتي آخر يخالفني بالفكرة الأحداث التي حصلت في قضية شخ النمر نحن ندرك جيدا يترتب على هذا الكلام سؤالين أستاذ عباس عفوا يترتب على هذا الكلام سؤالين السؤال الأول يطرحه الكثير من المحللين بأن النمر النمر هو الشخص الشيعي الوحيد من العشرات الذين تم الحكم عليهم بالإعدام بطرق ووسائل مختلفة بموجب النظم القضائية السعودية المسألة الثانية ماذا لو جرت المعادلة بالمعكوس يعني أي أعدم مواطن سعودي بموجب النظام القضائي العراقي وتدخلت السعودية هل سيقبل العراق بهذه المعادلة؟ أجبني على هذه المحورين أستاذ أستاذ السجناء السعوديين والمحكومين بالإعدام منذ سنوات ما زالوا في السجون العراقية بتدخل السفير السعودي وتدخل شخصيات عراقية وتؤجل إعدامهم وتم عقد مجموعة منهم أرسلوا إلى السعودية من أجل أن يخلصون فترتهم وهم جاءوا بأحزي مناسف أرادوا تفجيرها على العراقيين يعني هذا الموضوع هؤلاء سعوديين العراق تعامل معه هذول سعوديين السعودية تتحدث عن شخص سعودي يعني تم إعدامها أقصد نمر النمر لذلك أنا أتكلم عن الموضوع أن الوضع المنطقة لا يتحمل الإثارة الفتن لذلك كان المفروض عدم خلط الأمور حتى يوم أمس سيد حسن نصر الله عندما تكلم لم يدن قال نحن نشك حتى بالآخرين الذين تدعي السعودية وهم من الداعش ومن القاعدة قال يجب أن نركز في ملفاتهم ونرى قد يكونوا مظلومين لأن النظام القضائل في السعودية الذي يمنع المرأة من قيادة السيارة وهذا أبسط الحقوق يعدم له بأربعين إنسان هذه قضية داخلية أيضا هذه قضية داخلية دكتور نزار إذن لحظة إذا وصلنا بس لحظة إذا وصلنا لنتيجة أن قضاياهم الداخلية ما ندخل بها وقضايان الداخلية ما ندخل بها هذه القاعدة نخليها طيب نخلي هذا القاعدة إذن لماذا لم يعاقبوا لحظة لماذا لم يعاقبوا إمام الحرم عندما تهجم على سيد السيستاني طيب أترك هذا المجال ليس علينا حرام عليهم حلال دكتور نزار يعني مجموعة من القضايا التي انطرحت الآن من الأستاذ عباس الموسوي أول شيء تحدث عن الاستوان المشروخة التي وصفها بالمشروخة التي بدأت بها أضف إلى ذلك بأن الساحة مفتوحة الساحة الإقليمية لم تعد مقتصرة على العراق لم تعد مقتصرة على الرياض لم تعد مقتصرة على سوريا وهذا التفكير بمنطقة القطرية هو شمولي وبالتالي ما ذكرته عليه الكثير من الملاحظات ومن حق العراقيين ومن حق السعوديين أن يتحدثوا بما يشاءون بمواقف سياسية شخصية متاحة كيف تعقل نسمع لك الوقت الوقت مفتوحة أستاذ عباس خلينا نسمع رد دكتور نزار وبعدها لك الوقت إذا سمحت أنا لا أريد أن أقول أيضا أن استوانته مشروخة لأنها مشروخة جدا هو يكرر نفس الشعارات التي يطرحها المحللون السياسيون الذين يتحدثون من المنطقة القضراء أو على مقربة منها يا سيدي هناك حكم قضائي صدر في المملكة العربية السعودية والمملكة العربية السعودية تشرع قوانينها كيفما تشاء لا أحد يستطيع أن يتدخل في شؤون بلد آخر على أحكام قضائية أما إيران وأما التحالف الحاكم في بغداد فعندما يثيرون هذه الضجية فهم لأسباب معروفة لأسباب تتعلق بأنهم موغلون أو والغون بالدم العراقي وخاصة الدم السني والغون إلى حد أن هذا الدم لم يعد يسأل عنه أحد المهجرون الذين يموتون في المخيمات المهجرون الذين يعيشون هذه المهجرون تعال دافع لهم تعال تساعدهم هذه التجارة بدماء السلطة أستاذ عباس أستاذ عباس رجان أستاذ عباس بس حتى نضبط الموضوع يا أستاذ عباس نتكلم بموضوعي رجان نتكلم بموضوع رجان ولكل دورة بس نطينا مجال حتى يكمل أستاذ ذهر ولك الوقت تعقب رجان أرجوك أنا لا أريد أن أدخل بمهاترات دكتور زيد ولا أريد أن أدخل في أسلوب خارج على حدود اللياقة أنا أتحدث وأطرح وجهة نظري من يعجبه ويعجبه ومن لا يعجبه هو حر في ذلك أنا أقول حكام بغداد الحاليون وحكام إيران الحاليون الوالغون بالدم العراقي والدم السوري ليس من حقهم أن يتحدثوا عن إعدام رجل واحد ارتكب من المخالفات الشيء الكثير وبحكم القانون لقد تحملته المملكة العربية السعودية طويلا وكان يتحدث بشكل تحريضي لإثارة الفتنة الطائفية في البلاد وإثارة الانقسام بين المناطق المختلفة في المملكة العربية السعودية يكفي أنه كان يدعو إلى إقامة نظام دولة الولي الفقيه في المملكة العربية السعودية وكان يدعو إلى انفصال منطقة القطيف عن المملكة هذه دعوات يجرمها القانون ماذا يقول حكام بغداد لو أن مكونا أو زعيما دينيا يطالب بفصل محافظة من محافظات العراق عن البلد ماذا يقول حكام بغداد عندما يطالب على شب المثال مسعود البرزان بفصل كردستان عن العراق هل يقبلون بذلك هذه قضية ثانية يعني حتى كثرة الأمثلة ربما أضيع الفكرة دكتور أستاذ عباس يعني الكلام واضح الدكتور نزار يقول لك باختصار يعني المشاكل اللي عندنا بالعراق ما تأهلنا بأنه ننتقد يعني أجهزة قضائية وسلطات قضائية لدول أخرى يعني هذا الكلام مو بس يقول لدكتور نزار مئات المتظاهرين اللي يطلعون أسبوعيا في بغداد يطلعون في محافظات الجنوب يتحدثون عن مشكلة القضاء يتحدثون عن مشكلة يعني مذكرات القاء القبض التي تحصل يتحدثون عن ضرورة تغيير رئيس المحكمة الاتحادية ورئيس السلطة القضائية يعني إشكالية المخبر السري وزارة العدل تؤكد إشكالية المخبر السري دور الميليشيات الواقحة كما يصفها سيد مقتدى الصدر ويؤكد وجود ميليشيات وقحة أيضا رئيس الوزراء حيدر العبادي يعني ألا تكفينا إشكاليات قضائية ألا تكفينا إشكاليات في إدارة الدولة لنذهب ونصدر بيانات عن إشكاليات دول يعني نسميها نحن إشكاليات في دول أخرى أستاذ دكتور يعني عندما يأتي انتقاد من بانكيمون للسلطة السعودية هذا شيء طبيعي عندما يأتي انتقاد من الإدارة البريطانية هذه عقدة الدنيا كن نطلع من عدها الشعب العراقي شعب من حق أن يعبر يعني قبل فترة انتصر السنة لقضية سنية وخرج لمئات السنة وبعدها الشيعة وقضية كردية وقضية مسيحية قضية الرأي قضية جميلة جدا أن ننتصر لبعضنا البعض هذه نقطة النقطة الأخرى لا بس جاوبني هذا كلام سليم هذا كلام سليم بأنه لنا حرية الرأي ولكن يعني إشكالية البلد إشكالية البلد يا أستاذ عباس تكفينا يعني إشكالية الفساد تكفينا إشكالية التظاهرات اللي مالجنرد نتعامل إشكالية إصلاح المنظومة السياسية والقضائية اللي يسعى إلي أحد العبادي تكفينا يعني هذه ضرورة نسولف بها ونصدر عليها بيانات هذا موضوع آخر هذا موضوع آخر للحوار لا لا هذا يتعلق هذا يتعلق بصلب الموضوع السؤال السؤال المطروح ألا يكفينا مشاكل حتى نصرح في مشاكل الآخرين هذا سؤال مهم أنا ما يا أخي يا أخي قبل فترة من طلع إمام المسجد الحرام واتهم السيد السيستان وثاردنا مشكلة شو ما سمعنا أصوات انتقلة السعودية اليوم تهديد السفير السعودي هذا موضوع آخر ثامر السبهان على تويتر هذا موضوع آخر قريتها هذا موضوع آخر هذا تجاوز هذا تجاوز هذا تجاوز من إمام الحرام كما تسميه على مرجع شيعي في العراق الآن نتحدث عن مواطن سعودي حكم عليه وفق السياقات القضائية السؤال المطروح إحنا ليش نتدخل ونتحدث عن قضايا متخصنا وإحنا عدنا بالعراق شبيهاتها عدنا بالعراق نفس هذه السياقات ونفس هذه الإشكاليات هذا المحور المهم الأول شيء عندما تقرأت تغريدة السفير السعودي اليوم عندما يهدد العراق والعراقين بهذه الطريقة وحزم وحزم إذا تطلب الأمر ذلك لا هذا الحزم ليس مع العراق فكرة لا لا فكرة الحزم فكرة الحزم ليس مع العراق فكرة الحزم يتحدث مع إيران ما علاقة؟ لا لا هذه تغريدتها اليوم قرأتها هو السفير السعودي في بغداد أي قرأتها ثامر 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 هذا موقع يا أستاذ عباس ثامر ثامر هذا موقع اسمعني اسمعني وياك هو السفير السعودي في بغداد يتكلم عن الشأن العراقي هذا معروف هو حتى بالموقع ما لمال تويتر كاتب سفير خادم الحرمين في بغداد وحتى تغريداته كلها تخص العراق والعشائر العراقية والسفارة العراقية عندما يضع هكذا تغريدة في موقعه هي تهديد للعراق وليس إلا إذا هو تحول السفير في إيران السفير السعودي في إيران يتكلم هذا الكلام وزير الخارجية السعودية يتكلم هذا الكلام أستاذ عباس أنا أمامي الآن أنا أمامي الآن التويتر للأستاذ ثامر السبهان سفير سيدي خادم الحرمين لدى العراق هذا عبارة عبارة دبلوماسية واضحة ولكن أنت ليش تقرأ هذه العبارة اللي يتحدث بها عن الحزم مع إيران أقرأ العبارة اللي قبلها التغريدة اللي قبلها اللي يتحدث عن يعني شكرة للحكومة العراقية على سلامة السفارة السعودية في بغداد وضرورة تغليب لغة العقل والحكمة على الأحداث اللي صارت يعني أحسب هذا كما يقال دكتور كما يقال الأمور بخواتيمها يعني يوم أمس غرد وتشكر أوكي وما تكلمنا بس اليوم من غرد وهدد اتكلمنا ما هددك يا أستاذ عباس ما هددك يعني ما هددك عزيزي هو دا يتكلم عن مشكلة مشكلة الرياضة يا طهران أنت ليش مدخل نفسك فيها عفوا أخي مشكلة هذا عروف دبلوماسي السفير يتكلم عن موقع عمله لا يتكلم عن دول الجوار الخارجية تتكلم عن الموقف الرسمي يعني هاي أعراف دبلوماسية معروفة أنت الآن عندما تكون في تركيا سفير في تركيا هو حر يا أستاذ عباس هو حر تتكلم ما يخص علاقة هو موحر ها إذن حر أنا أحر من حقي أنا من حقي أنا أقرأ هذه التغريدة تهديد للعراق طبعا 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 من حقق تقرأها من حقق تقولها ولكن إحنا ضروري نخلي المواطن بسياق الصحيح ونقول بأن وهذه التغريدة تتحدث عن سعودية و وإيران ولا تتحدث عن تهديد للحكومة العراقية يعني هل من المنطق سفير سعودي في بغداد الآن متواجد يعني يهدد الحكومة العراقية يعني لا بالأعراف الدبلوماسية ولا بالأعراف الإنسانية مقبولة والله هو ما مقبول بس الآن مع كل الأسف الوضع الحالي هذا هو الجاري السفير الأمريكي يتحرك ويتنقل والسفير التركي هو الجان السبهان وقبل الفلان هذا وضع العراق والعملية السياسية التي وصلت إليه الآن ولكن بشكل عام خلينا نعود إلى أصل الضبوع بالضبط نعود الآن أن القرار الغير مدروس القرار الغير مدروس بإعدام الشيخ النمر أدخل المنطقة بتأجيج الصراعات الطائفية التي نأمل وكنا أن تخوف هذه الصراعات لأن المنطقة لا تتحمل هكذا صراعات المناطق المت... يعني سوريا منطقة مشتبكة لبنان مشتبكة العراق اليمن هل تأتي السعودية بهذه الطريقة ما الحكمة ما استفادت السعودية في هذا القرار خلينا نتابع لو أجل الموضوع بعد سنة إلى أن هدأت الأمور المشكلة هل تهدأ الأمور هذا السؤال الذي نراه بأنه يزاد تعقيدا أستاذ عباس يعني ما أعرف ما أعرف وكما تهدأ الأمور على أية حال نطالع مشاهدين الكرام الآن في سياق هذه المادة التي ستعرض بعد قليل جملة من التغريدات لسياسيين عراقيين غردوا كلا ضمن توجهه نستعرضها أمامكم حتى نعلم يعني مدى تبين الآراء تجاء قضية عدم نمر نمر أو حتى قطع العلاقات الدبلوماسية السعودية وسائل الإعلام الاجتماعي كانت حاضرة وبقوة بعد إعلان المملكة العربية السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران عقب اغتحام سفارتها في طهران مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أطلقوا وسم قطع العلاقات مع إيران والذي غرد ضمنه أكثر من 75 ألف تغريدة حتى الآن عدل جبير وزير الخارجية السعودي غرد عبر حسابه مؤكداً أن قرار المملكة العربية السعودية قطع علاقاتها مع إيران كان سببه سياسة إيران العدوانية ضد المملكة والمنطقة نائب رئيس الجمهورية العراقية الأسبق طارق الهاشمي كان حاضراً بتغريدته أيد من خلالها قطع السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران ودع القادة العرب أن يحذو حذوها وأن لا يكون مترددين بعد أن ثبت أن إيران بؤرة الإرهاب الشيخ الدكتور محمد عياش الكبيسي غرد مؤكداً أن السعودية ستنجح في تنظيف بيتها الداخلي من العملاء ورؤوس الفتنة كما نجحت ببناء تحالفات استراتيجية خارجية وقبل ساعات من إطلاق واسم قطع العلاقات مع إيران كان هاشتاق إعدام نمر النمر نشيطاً بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وغرد ضمنه أكثر من ستمائة ألف تغريدة إضافة إلى آلاف التدوينات على صفحات فيسبوك الشيخ خميس الخنجر الأمين العام للمشروع العربي غرد عبر حسابه على موقف الحكومة العراقية من استنكارها إعدام نمر النمر قائلاً حكومة العراق التي اغتالت وغيبت في السجون الآلاف من علماء الدين السنة وفجرت مساجد أهل السنة على مصليها تستنكر الآن إعدام النمر طائفيين وقتل مفتي الديار العراقية الشيخ رافع الرفاعي دون عبر حسابه على فيسبوك معترضاً على تدخل إيران في السياسة الداخلية للمملكة العربية السعودية قائلاً ليس لأحد الحق في التدخل بأحكام القضاء السعودي فكيف تتدخل إيران في شؤون المملكة وخاصة أنها تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في عدد الإعدامات وفق التقارير الدولية عادل عبد المهدي استهجن إعدام نمر النمر ووصفه بقتل الحكمة والاعتدال واغتيال غادر لجميع الطرق السلمية هكذا كانت ردود فعل مستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعي على خلفية إعدام نمر النمر وقرار الرياض قطأ علاقاتها الدبلوماسية مع إيران دكتور نزار يعني جملة هذه التغريدات التي تابعناها إضافة إلى تعقيب أسمع منك لما ورد في كلام الأساد عباس من بغداد في جزئية يعني لماذا هذا التهديد ما اعتبره هو في تغريدة السفير السعودي في بغداد على أنه تهديد ومن حقنا أيضا نحن أن نهدد ونعبر عن آرائنا يعني في ذات السياق الرأي الشخصي الذي ربما من المقبول أن يطرح من قبل الجميع لا أستطيع أن أحتكر حق أن أفرض وجهة نظر معينة على تفسير أي مقال أو تغريدة يمكن أن يفسرها ضيفك من بغداد من حقه أن يفسر بالطريقة التي يفهمه والطريقة التي يشاء ولكن أن يظن بأن السفير ليس من حق أن يتحدث عن ساحة غير ساحته هذا خطأ جسيم لأن السفراء عادة ما يتحدث عن أمور كثيرة تخص علاقات بلدانهم ويتحدث عن السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية تجاه إيران يعني مضمون التغريدة هي إشارة إلى استراتيجية المملكة تجاه طهران وهذا سياق مقبول أنا قرأت أنا قرأت أنا قرأت التغريدة ورأيتها منسجمة تماما مع طبيعة عمل السفير في بغداد ولا خروج فيها على اتفاقية فينة أو تقاليد العمل الدبلوماسي ومن عمل في الوسط الدبلوماسي من حقه أن يعطي الحق للسفير السعودي في بغداد بأن يغرده كيفما شاء حتى إذا كانت المسألة تتعلق بقضايا في الصين على سبيل المثال أو في روسيا أو في أمريكا هو سفير لبلاده معتمد في هذه الساحة ومن حقها أن يبدي وجهة نظر خاصة وأن بغداد أو الساحة التحالفية القائمة في بغداد كانت متحمسة كما تحمست إيران وبالتالي من حقه أن يوضح موقف بلاده هذا من جهة من جهة أخرى أظن أن ما قاله ضيفك عن حق التدخل في الشؤون الداخلية أنا أظن أن كما ورد في تغريدات كثيرة أن الجرائم التي ارتكبت بتهديم مساجد السنة وقتل العلماء السنة وأخيرهم مؤذن جامع في محافظة بابل وتفجير مسجدين ألا تعتبر تلك ردود فعل إيرانية إيرانية الولاء والإملاء هل أن الميليشيات التي قامت بهذا الفعل هي مسجمة مع الشأن العراقي لماذا لم يفكر هؤلاء بأصلحة العراق كي يكون مطلوبا مننا أن نفكر بطريقة تنسجم مع وجهات نظرهم بالدفاع عن شخص لا سيما بأن هذه المرحلة تتزامن مع افتتاح لسفارة المملكة السعودية في بغداد وبالتالي يتطلب نوع من اللياقة الدبلوماسية حتى ننشغل بقضايا العلاقات المشتركة لا ننشغل بقضايا أخرى تكون مدعاة للأزمة يا سيدي نور المالك رئيس الوزراء السابق وزعيم كتلة التحالف دولة القانون في الوقت الحاضر طالب بإغلاق السفارة بعد عدة أيام افتتاحها أنا لا أدري كيف يمكن أن تنسجم السياسة مع وجهات نظر قاصرة وعاجزة عن الارتقاء إلى مستوى متطلبات العلاقات الدولية هؤلاء في تقديري ليسوا أصحاب خبرة في إدارة الشأن السياسي والدبلوماسي والعلاقات الخارجية مع دول العالم على الإطلاق هؤلاء يحاولون أن يعطوا أنفسهم حقا في كل شيء ويحجبوا عن الآخرين كل حق على الإطلاق هم من حقهم أن يتدخلوا في شأن آخرين ولكن أن يتدخل الآخرون في شأنهم فذلك يعتبر مساس بمقدس لديهم أنا أستغرب على هذا النهج الذي يكيل بألف مكيال وليس بمكيالين هذا النهج الذي أدخل العراق في كل المآزق والمشاكل التي دخل فيها والآن نراه يرتبط أكثر فأكثر ولا يحتج أحد من حكام بغداد على قول كثير من زعماء إيران بأن الحدود أزيلت وبغداد عاصمته بأداء لم يكن هناك أي ردة فعل على هذا التصريح الذي صدر من أحد قيادات الحرس الثوري الإيراني لم يكن هناك أي موقف سياسي من الحكومة العراقية أو من أي سياسي عراقي موجود الآن في العملية السياسية أستاذ عباسي أنت تعلم بأن ما جرى مؤخرا من قطع للعلاقات الدبلوماسية جاء كردة فعل على حرق السفارة السعودية في طهران وحرق القنصلية السعودية على ما أذكر ربما في مشهد أو في مكان آخر خارج طهران يعني لا يعد ذلك يعني مسوغا لدى المملكة العربية السعودية بعدما وصفه وزير خارجي عادل جبير بأن هناك تنظيم ومنهجية واضحة يعني تكلم على ما يشبه نظام الشفتات في مسألة الهجوم على السفارة يعني قطع العلاقات لم يكن صدفة أو يكن مدروس لولا أن هناك هجوم يعتقدون بأنه منهج جرى على السفارة السعودية في طهران دكتور يعني الأخ السامر يجب أن يكون دقيق بنقل الحقيقة السيد المالكي لم يطالب بغلق السفارة السعودية في بغداد بل موقف السيد المالكي أكثر تطورا هو طالب وطالب المجتمع الدولي أن يوضع حجر على النظام السعودي لأن النظام السعودي هذا النظام الطائفي الذي أثار الفتن لا تستطيع المنطقة تستقر إلا بوضع حجر على مناهج التدريس في السعودية وعلى هذا النظام فلذلك أتمنى أن نكون دقيقين بالنقل أعود إلى أساس القضية هناك احتقان حقيقي بين السياسة الخارجية الإيرانية والسياسة الخارجية السعودية هناك تقاطع كبير في العراق هناك تقاطع هناك تقاطع في لبنان في سوريا الموضوع لم يكن قضية السفارة في طهران لم يتمس بشيء ولم تسلب كما ذكر المعد التقرير وحدث حريق للسفارة في مشهد الموضوع عشرات السفارات الإيرانية حرقت ودخلها متظاهرون في أوروبا لم تقطع إيران علاقاتها مع الأوروبيين أو الأوروبيين يقطعون علاقاتهم ولكن هناك احتقان في المنطقة هناك أزمة حقيقية داخل السعودية أريد أصلح مسألة مهمة وردت في سياق الكلام حتى لا نخلط الأوراق على المشاهدين زعيم اتلاف دولة القانون النور المالكي طالب بقضيتين فيما يتعلق بالسفارة طالب بغلق السفارة وطالب بإعدام السجناء السعوديين هذا ورد أيضا في بيان لكتلة دولة القانون هذا الكلام هذا الآن أمامي هذا الكلام غير هذا الموقف أمامي الآن في الانترنت لم يصدر بيان لم يصدر لم يصدر بيان قد يصدر بيان عن كتلة دولة القانون ولكن بيان باسم رئيس ائتلاف دولة القانون لم يصدر بهذه الطريقة وهذه الصورة طيب طيب نعود للموضوع الآن نعود للموضوع الآن يعني هناك تقاطع في السياسة الخارجية السعودية مع السياسة الخارجية هناك أزمة أستاذ دكتور دكتور هناك أزمة حقيقية داخل السعودية تتذكرون قبل فترة عندما جاءت رسالة من أبناء عبد العزيز إلى الملك ويطالبون بتصحيح الأوضاع هناك صراع بين الجيل الجديد الذي منه محمد بن نايف ومحمد بن سلمان وبين طلال الموجود الآن في سويسرا وأبناء عبد العزيز الباقين فلذلك تسويق الأزمات والدخول السعودية بهذه الطريقة محور السياسة الخارجية الذي يدار الآن بين محمد بن سلمان ووزير الخارجية هذا أيضا مقضيتنا يا أسار عباس أيضا نرجع إلى نفس الخطأ نرجع إلى نفس الخطأ ونفس منطلقة الحلقة احنا شننا علاقة بطبيعة الخلافات في داخل البيت السعودي يعني بداية مهمة وجميلة تفضلت بها قلت هناك تقاطع في السياسة الخارجية السعودية مع سياسة الخارجية الإيرانية في سوريا في اليمن في لبنان في السودان وفي العراق يعني من الحكمة أن يكون العراق خارج هذه التقاطعة المنطقة متداخلة لا لا أفهم المنطقة متداخلة طبعا طبعا خارطة واحدة خارطة واحدة مشكلة داعش مشكلة داعش واحدة في كل المناطق يا أسار عباس هذا مفهوم والله مفهوم والله مفهوم ولكن لماذا لا ينع العراق السياسة الاقتصادية السعودية بنفسه عن يعني خارطة الصراعات بين الدول الأخرى لماذا يخرط نفسه في التحالفات الأقليمية يعني حتى العراق العراق دكتور يعني العراق بهذا الوضع وانعكاسات الاقتصاد سياسة السعودية الرعناء النفطية وانعكاس وانخفاض سعر البترول ولا تسمح للعراق أن ينفسوا يطويشها تنظره يعني هم العراق هم إزماس يعني وضع يا أستاذ حرب على داعش حرب على داعش الدولة ضعيفة الخزينة خاوية مشاكل داخلية خلافات سياسية عميقة في داخل البيوتات الشيعية والسنية أتريد تعبر عن وجه الدرك في قضية خارجية يعني هذا مقبول استاذ دكتور الآن ما حصله خلال اليومين في السعودية ما إلن عكاسات طائفية علينا بالعراق يعني هذا الاصنع بيدينا يا أستاذ هذا الاصنع بيدينا يعني وكأنه النخبة السياسية هي تحقين الشارع بيدينا وبدل ما حصل في بابل من تفجير مساجد أنا أقول أنا أنا قاعد أقول أو شنو إذا المفجر المسجد بابل إن كان شيعي أو سني فهو بعيد عن الإسلام المساجد بيوت الله وغير مسموح لأي إنسان أن يتلعب بينا لذلك لا لا كلامي كل شواضح كلامي كل شواضح أنا أقول يعني كأنك تنطي مبر للآخرين حتى يرتكبوا مثل هذه الجرائم دكتور دكتور من حق الناس تحكي بس ما من حق الناس أحرضها أكون فرق بين الكلام وبين التحريض يعني أنت خبير في هذه الأمور أنا أتكلم كلام أو أنا لا أحرض وأوجه ما حصل من بعد خلال اليومين الماضية أزاد التحريض وأزاد الاحتقان الطائفي في المنطقة خلينا نعود إلى أصل الفكرة أصل الفكرة طبيعة الخلافات والتوترات يعني طبيعة العلاقات السعودية الإيرانية في أساسها متوترة سنسرد لكم مشاهدين الكرام في هذه المدينة المقبلة عفوا أستاذ عباس خلينا نشوف هذه المادة وجنابك أيضا تسمعها خلينا نسرد للمشاهدين الكرام تاريخ التوتر العلاقاتي للمملكة العربية السعودية هو ليس وليد اللحظة في 2016 ولا في 2015 ولا في الأحداث وإنما يعود إلى أربعينيات القرن الماضي وحتى في زمن الشاه حينما كان يتدخل في الشأن السعودي بموجب الروايات التاريخية نسردها لكم ثم نوالي الحوار مع ضيوفنا إليك خديجة شكرا زيد مشاهدين الكرام نضعكم الآن في السياق التاريخ لتأزم العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية وقضاياها الدولية نبدأ الآن من العام 1944 فقد ظهرت أول أزمة دبلوماسية وسياسية بين الدولتين حين اعتقلت الشرطة السعودية أحد الحجاج الإيرانيين داخل الحرم المكي وهو يلقي القاذورات على الكعبة الشريفة ويشتم الرسول الكريم والصحابة رضوان الله عليهم وألقت السلطات السعودية القبض عليه وتم إعدامه فقطعت العلاقات وأعيدت بعد عامين بوساطة عربية تجاوز الشاه محمد البهلوي عام 1950 لصحيفة أمريكية على شخص الملك السعودي آنذاك بجملة من الافتراءات الأمر الذي عدته السعودية إهانة للملك وللمملكة فتوتلت العلاقات بينهم من جديد وأسهم في ذلك أيضا إصرار إيران على تسمية المسطح المائي بينها وبين الدول العربية بالخليج الفارسي بينما تسميه الدول العربية بالخليج العربي واعتراف النظام الإيراني بالكيان الصهيوني فأصدر الملك السعودي قرارا بمنع دخول الإيرانيين والبحرينيين من أصول إيرانية إلى المملكة في عام 1968 وستين ازداد هذا التوتر وكان هو المسيطر على العلاقات بين الرياض وطهران بسبب انسحاب البريطانيين من البحرين وزيارة الشيخ عيسى الخليفة أمير دولة البحرين آنذاك إلى السعودية حيث رأت إيران أن استقبال الشيخ عيسى هو اعتراف سعودي بالدولة البحرينية الجديدة وهددت إيران بضم البحرين بالقوة العسكرية إلى أراضيها فرد الملك فيصل بأين أي هجوم على البحرين فيرد عليه من السعودية وفي نهاية العام قام الشاه بزيارة السعودية في محاولة منه لرأب الصدع مجددا مع إصراره في إيران على رفض استقلال البحرين وبقاء مقاعد البحرين في البرلمان الإيراني فارغة في عام 1986 الإيرانيون يدخلون مواد متفجرة إلى المملكة العربية السعودية وذلك في أثناء دخولهم إلى الأراضي السعودية لأداء فريضة الحجوة نتج عنها توتر في العلاقات السعودية الإيرانية تم القبض عليهم وعرضهم على السلطات السعودية حيث اعترفوا بأنهم كانوا يريدون تفجير هذه المواد داخل الحرم المكي كما سجلت هذه الاعترافات وأعلنت بعدها عبر التلفزيون السعودي عام 1987 تجدد هذا التوتر الذي لم يهدى بين البلدين حين حاول الحجاج الإيرانيون إثارة الشغب داخل المملكة بهتفات مثيرة حيث تم تردد شعارات تندد بالاحتلال الإسرائيلي لغزة وتحرير المسجد الأقصى عام 1988 تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران بعد مصرع أكثر من 400 شخص معظمهم إيرانيون أثناء أدائهم فريضة الحاج في ميناء في صدامات مع الشرطة السعودية حيث قام الحجاج الإيرانيون بتظاهرة سياسية عنيفة ضد الموقف السعودي الداعم للعراق أثناء الحرب العراقية الإيرانية ننتقل الآن إلى العام 2015 حيث هاجمت طهران الرياض بسبب حادث رافعة مكة وطلبت تشكيل هيئة أمنا لإدارة الحرم وكانت حادثة تدافع منا في موسم الحج الأخير سببا في توتر العلاقات الإيرانية السعودية والذي راح ضحيته عدد كبير من الحجاج الإيرانيين وقتها طالبت تهران بتسير مشترك تحت مضلة منظمة التعاون الإسلامي لمناسك الحج عام 2016 هذا العام أصدرت السلدة القضائية في المملكة العربية السعودية حكما بالإعدام على 47 إرهابيا ومتطرفا من بينهم نمر النمر فقام عدد كبير من الإيرانيين الذين ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني بالهجوم على السفارة السعودية في طهران وإلقاء الحجارة على ببنى القنصلية في مدينة مشهد ومحاولة إنزال العالم السعودي شكرا للزميلة خديجة على هذه الخلاصة التي وضعتنا في السياق التاريخي للعلاقات السعودية الإيرانية ولا يمكن وصفها ونعتها إلا على أنها توتر في العلاقات بغض النظر إن كانت في فترات المشاكل التي حصلت أو حتى في السياق الطبيعي معنا الآن عبر الهاتف من باريس الدكتور إسماعيل خلف الله الباحث معنا عبر الأقمار الصناعية عفوا الدكتور إسماعيل خلف الله الباحث في شؤون الانتهاكات الإيرانية والراصد لمجمل هذه الانتهاكات دكتور إسماعيل أهلا بك إلى هذه الحلقة كيف يعني أو من الناحية القانونية دعنا نبدأ هل يجوز لإيران أن تعترض على شأن داخلي سعودي يتعلق بقضايا قضائية وأن تتدخل فيه كما تدخلت في صيغة الحرق التي حصل للسفارة السعودية في طارن أولا أهلا وسهلا وأشكركم على هذه الاستضافة وتحية للمشاهدين الأكارم بداية نعتبر أن هذه الحادثة نبدأ أولا بالانتهاك الانتهاك الذي حصل في حق الصفارة السعودية في طهران وقنصليتها العامة بمشهد هو انتهاك سارخ للاتفاقيات الدولية والمواثيق الدولية سيما اتفاقية فيينا لسنة 61 التي تشدد على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية هذا في قراءتنا القانونية لحادثة الحرق والمدهمات التي مست الصفارة والقنصولية العامة أما فيما يخص سؤالكم الذي يتعلق يدور حول أن القضية قضية إعدام نمر النمر هذه قضية داخلية بامتياز هي قضية هذا نمر النمر هو سعودي والقضاء السعودي له كل السيادة في أن يصدر هذا الحكم فهو نظر في قضيته وحكم على أساس أنه ثبتت تورطه في إخلال بأمن الدولة وفي قيامه بأعمال إرهابية ثبت ذلك فحكم وصدر عليه الحكم بالإعدام فالحكم هذا هو حكم سيادي الدولة المملكة السعودية لها كل السيادة في أن تصدرها ثم عندنا سؤال نطرحه على من يعترض على هذا الحكم أو يعترض على القضاء السعودي في هذا الجانب معذرة دكتور بالتأكيد هناك تأخر في الصوت لبعد المسافة ولكن في سياق ما يشخص من انتهاكات إيرانية يعني إذا ما جعلنا ملف حقوق الإنسان هو المعيار في هذه الأزمة هل يحق لإيران أن تتحدث عن حقوق الإنسان وموضوع الأقليات وما شابه وهناك من يتحدث عن سجلها المليء بالانتهاكات ولسيما في ملف حقوق الإنسان في الثورة وحتى قبل الثورة التحدث عن الثورة الإيرانية طبعا وما بعدها ما يحصل الآن بحق الأقليات في الداخل الإيراني كيف تعقب على هذا المفهوم سجل إيران في حقوق الإنسان مليء سجلها أسود مليء ودليل على ذلك الرافعات المرفوعة يوميا في الساحات العمومية وتنفذ أحكام الإعدام الإعدامات التي تحصل يوميا على الرافعات شنقا فهذا أمام منظر أمام مرأة العالم هذا إيران لا تنظر إلى هذه الأحكام ثم نحن نناقش هذه القضية نحن إذا نظرنا إلى سجلها نجد سجلا أسودا ومملوءا بالانتهاكات جملة وتفصيلة ولكن إذا احتجت على هذه الحادثة حادثة إعدام نمر النمر نقول نحن هل النمر النمر كان سفيرا لإيران في السعودية حتى تحدث عليه بسببه هذه الضجة وهذه الاحتجاجات لو لم يكن عميلا حقيقة لها وتريد أن تستعمله كما تستعمل الميليشيات المنتشرة في البنطقة العربية نسمع تعليق أستاذ إسماعيل التنظيم المسمى حزب الله هذا نصر الله تريد أن تستعمل هذا نمر نسمع تعليق من الأستاذ عباس الموسوي نسمع تعليق من الأستاذ عباس أستاذ عباس فكرة بأن نمر النمر هل هو سفير إيراني في السعودية حتى تعترض الإيران على مسألة إعدامه هذه الفكرة والأفكار التي طرحت فيما يتعلق بسجل النظام الإيراني الأسود كيف يمكن أن نصحح هذه المسألة أستاذ عباس الموسوي لك الكلمة الآن معذرة دكتور إسماعيل جميل 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 وهل كان الشيخ النمر عضو في مجلس الأمن حتى اعترض بانكيمون على إعدامه وهل كان يحمل الجنسية البريطانية حتى البريطانيين اعترضوا أخي لا نتكلم بهذا المنطق أنه لازم الإنسان يحمل جنسية ذلك البلد يلا ندافع عنه ليش يروحوا اعترضوا على بانكيمون وهذه النقطة النقطة الأخرى اللي يريد يجيب اسم حسن نصر الله يخليه إيده على رأسه لا قاعد لي بره ويعايش مرتزق وريد يتكلم على أبطال أستاذ عباس دون تجاوزات على أحد أرجوك أستاذ عباس خلينا في موضوعنا ولك حرية الكلام أرجوك أستاذ عباس أستاذ بلال دكتور بلال هو تجاوز ذكر سيد حسن وذكر حزب الله أسياده اللي ذلوا الإسرائيلي يا أستاذ عباس رجعنا إلى حتى لم ضيع يا أستاذ اضيعنا هذا الإسوال فاضيعنا والله خلينا نتكلم عن موضوعنا هو اتخل يعني هو من اعترض رأي يا أخي يا أخي رأي الله يخلي الله يخلي هي ميليشيات إرهبية بيديس يا أخي رأي يا أستاذ يا أستاذ هذا رأي هذا رأي عقب عليه عقب عليه بموضوع أرجوك من نتكر سيد حسن بسوء هذه الميليشيات اتشرفك وتشرف راسك مرتزق لأموال السفارات ميليشيات ميليشيات اللي حاربوا الإسرائيل مو ميليشية ولكن اللي قاعد باريس مرتزق على أموال السفارة السعودية هو الميليشية يا أستاذ عباس خلينا موضوعين الله تلك هذه الفورة مارتك خلصت هذه الفورة مارتك خلصت نرجع لموضوعنا اللي نسولف به الله يخليك بجانب جاوز على أحد يا أستاذ دكتور إسماعيل دكتور إسماعيل تفضل ألو ألو أسمعك دكتور إسماعيل لك المداخلة ماذا تريد أن تقول يا أستاذ حقيقة أنا والله يؤسفني أن أشارك بهذا المستوى المنحط لا أرجوك يا دكتور يا دكتور يا دكتور يعني يا يا اتهامات باطلة يا أستاذ يا أستاذ رجاء رجاء يا أستاذ رجاء خلونا موضوعين دون أن تجاوز على أحد يا دكتور دكتور ضيفنا الله يجعزي أليني أن أتكلم دكتور إسماعيل رجاء لك فرصة الحديث ولكن دون تجاوز على أحد نحن نحل القضية من جانبها القانوني نحن نقول نعم 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 لا أتجاوز أنا أشخص القضية من جانبها القانوني من زاويتها القانونية أنا قلت بأن هذا نمر النمر ثبت القضاء السعودي لما حقق في قضيته رأى بأنه ثبت في حقه انتهاق أمن الدولة وثبت هذا الحكم فهو حكم سيادي الذي يعطيني بانكيمون لا يمثلني كلام منطقي كلام منطقي يا دكتور كلام منطقي دكتور اسمعيلي يقول لك هذا الشخص لو بريطاني هذا الشخص لو بريطاني يعني ليش الناس متتدخل ثم يا دكتور والله تسمح لي يا دكتور أسمح لك تفضل تفضل دكتور لماذا بانكيمون لا يتدخل في الآلاف التي تشنق يوميا على الرفعات لماذا لا يتكلمون على الانتهاكات الحاصلة من طرف ميليشيات إيران في سوريا ومن الحرس الثوري ما يقومون بقتل أطفال سوريا لماذا لا يتكلم بانكيمون وهذا الذي يتهمون بأننا عملاء هو عميل هذا الذي يقتل أبناء سوريا ويقتل أبناء اليمن ويقتل أبناءنا في لبنان وفي العراق في السنة نعم أنا أريد أن أقول أن هناك تجاوزات كبيرة فاض الكأس بتجاوزات إيران في حقوق الإنسان طيب الآن يعني خلونا نستشرف العراق السنة العراق تقتل يوميا من طرف ميليشيات ميليشيات شيعية وأن أترك موضوع سنة العراق إحنا بالعراق نحل الموضوع طيب طيب يا باشي رجاء دكتور 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 إسماعيل أستاذ عباس دكتور إسماعيل أستاذ عباس أرجوكم أرجوكم دقيقة بس دقيقة أنت تقول بأن بانكيمون بانكيمون والبريطاني يتدخل في أمرنا وأن أتقول لي لا تتدخل أن أسمح لأي متخلف عربي أن أترك لنا العراق طيب طيب الآن حتى رجاء حتى لا تكون الحق يا ساتذة حتى لا تكون رجاء أنت المتخلف أنت المتخلف وأحترم نفسك أنت المتخلف خلاص أستاذ عباس أستاذ عباس دكتور رجاء رجاء يعني حتى نفلت الأمور يا جماعة الله يخليكم يا أستاذ عباس دكتور رجاء دكتور دكتور إسماعيل دكتور إسماعيل أستاذ عباس رجاء رجاء خلونا موضوعيين في الحديث عن مستقبل المنطقة المنطقة بعد التطور الذي حصل لا نعلم إلى أين تمضي دكتور نزار استشرافك للحالة الإقليمية بعد هذا التطور الحاصل في قطع العلاقات واستمراريتها يعني الإمارات خفضت التمثيل الدبلوماسي السودان قطعت العلاقات البحرين قطعت العلاقات وربما نصبح غدا في دول أخرى قطعت علاقاتها أيضا هل نحن أمام إرهاصات وتوطئة لتضييق على إيران ومن ثم ربما نمضي إلى عمل عسكري أولا اسمح لي أن أعقب تعقيبا بسيطا جدا أنا مع دعوة ضيفك من بغداد بأنه يحل مشاكله العراقين يحلون مشاكلهم بأنفسهم ولكن لندعى السعودين أيضا يحلون مشاكلهم بأنفسهم أيضا لماذا نتدخل بشؤونهم ولا نريد أن يتدخل طرف ما بالأزمة العراقية أما أما فيما فيما يتعلق بالمنطقة فأظن أن ثقل المملكة العربية السعودية إقليميا خليجيا إسلاميا ودوليا سيؤدي بكل تأكيد إلى فرض شيء من العزلة على إيران شاءت أم أبت ومهما كانت تمتلك من قوة فلن تستطيع مجارات الثقل السعودي في العالم من جهة أقول بأن الإمارات العربية التي تشكل إمارة دبي رافدا اقتصاديا كبيرا من خلال 24 مليار دولار تستثمرها إيران في هذه المنطقة وتدر عليها أرباحا هائلة وتستطيع إيران من الإمارات العربية أن تستورد كثيرا من احتياجاتها لبرامجها التسليحية والصناعية وغيرها يمكن أن تتعرض إلى ضغط استثنائي هائل فيما لو أقدمت الإمارات العربية على تفعيل العقوبات الاقتصادية كما فعلت اليوم المملكة العربية السعودية عندما قطعت كل أشكال العلاقة التجارية والاقتصادية وأيضا أوقفت كل حركة الطيران من وإلى إيران عبر المملكة العربية السعودية أنا أظن أن هذه الخطوات يمكن أن تؤدي إلى ضائقة اقتصادية تضيف إلى المشاكل الاقتصادية في إيران الشيء الكثير هذا من جهة من جهة أخرى كما قلت في البداية المملكة العربية السعودية لها تأثير روحي واقتصادي وسياسي كبير وأظن أن دول أخرى ستقدم على خطوات مماثلة على من يدول الدول المرشحة أن تحذو حذو السعودية في خيارات قطع العلاقات الدبلوماسية من ترشح أنا أظن أن دول إسلامية يمكن أن تقدم على خطوات خاصة بعد أن أعلنت احتجاجها أو تضامن على التصرف الإيراني يعني بمعنى التحالف الإسلامي معنى دول التحالف الإسلامي التي انضوت تحت لواء المملكة العربية السعودية في محاربة الأرهاب والتطرف ربما بمجموعها هذه الدول ربما أكثر من أربعين دولة هل هذه الدول سوف تسير بذات المنوال مثلا أنا أظن أن الدول التي يمكن أن تقدم على هذه الخطوة هي الدول التي جربت ويلات التدخل الإيراني السافر عبر ما يسمى بالمراكز الثقافية والمراكز السياحية والمراكز التجارية أنا في ظني أن هناك دول أفرادية يعني تتحدث عن مصر تتحدث عن تونس تتحدث عن المغرب الجزائر ربما كل هذه الدول بمعنى فتح المراكز الثقافية للنشاط الذي تحتويه تلك الدول في هذه الفترة يا سيدي لنأخذ السودان على سبيل المثال السودان كان قد سمح بافتتاح مركز ثقافي إيراني في الخرطوم ولكن هذا المركز تجاوز الصلاحيات المرسومة له وبدأ ينشر التشيع في السودان على نطاق واسع وأدى إلى إزمات داخلية مما اضطر الحكومة السودانية في وقت سابق إلى غلق هذا المركز ومنعه من توزيع منشوراته ثم أقدم اليوم على خطوة بقطع العلاقات مع إيران وطرد السفير والبعثة الدبلوماسية وسحب البعثة الدبلوماسية السودانية من إيران أنا أظن أن هذه الخطوة يمكن أن تجد صداها في دول عربية أخرى ودول إسلامية متضررة كثيرا من الدور الإيراني يمكن أن نأخذ تجربة ماليزيا ماليزيا أيضا تضررت كثيرا من دور إيران في محاولة التأثير وشق المجتمع الإسلامي الموحد في ماليزيا والتأثير اقتصاديا وثقافيا وفكريا على النسج الاجتماعي في ذلك البلد شكرا لك الدكتور نزارة ساما راي المستشار في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية أشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في هذه التقطير الخاصة كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من عمان نستاني في الحوار مشاهدين الكرام مع ضيوفنا من بغداد ومن باريس حتى نستفيد أكثر سيد عباس وكأن المنطقة مقبلة على تصعيد أكثر بعد هذا التطور الذي حصل هل ترشح هذه الفرضية أستاذ عباس أستاذ عباس أستاذ عباس أستاذ عباس تسمعني الآن طيب حتى يسمعنا أستاذ عباس الموسوي دكتور إسماعيل لك ذات السؤال وذات الفكرة بعد هذا التطور الحاصل نحن مقبلون على تصعيد مخيف ربما في منطقة الشرق الأوسط طرفه طهران وحلفاؤها وطرف الآخر بقيادة المملكة العربية السعودية ومن انضوى تحت لواء التحالف العربي والإسلامي لدى الأرهاب والتطرف نعم هو الأمر في تطور متزايد متسارع لاحظنا اليوم أن السودان والبحرين قد قطع علاقاتهما الدبلوماسية مع إيران وأن الإمارات قد خفضت تمثيلها الدبلوماسي فالآن هو تسارع تسارع الأحداث يمكن ممكن أن ماليزيا ستلتحق ممكن أن الدول المنطوية تحت التحالف الإسلامي ممكن كذلك في الأسبوع المقبلة ستلتحق فإيران الآن تعيش اقتناق دبلوماسي كبير يعني ورطة سوف تقحم لا تستطيع أن تقاوم لا تستطيع أن تقاوم هذا الاختناء ألا تعتقد بأن هناك ورطة مقبلة عليها المنطقة بعد حام الدول هي في ورطة كبيرة للمثال وربما ليس فقط إيران حتى نكون واقعيين يعني أنت تعلم جيدا بأن إيران قد أسست لخلايا نائمة في كل الدول التي نشطت فيها وبالتالي ليست إيران وحدها في ورطة وإنما ربما هناك دول أخرى ستكون في ورطة كل من هو تحت ولا إيران سيكون في ورطة إيران الآن تعاني الأمرين تعاني التمثيل الدبلوماسي الذي سيجفف تمثيل على مستوى دول الخليج ممكن يحتمل أن دول الخليج ستلتحق جميعها ثم من جانب الاقتصادي والجانب التجاري فشركاتها نجد أن إيران لها شركات كثيرة في الإمارات ومنتشرة عبر الخليج فكذلك هذه ستؤثر على الاقتصاد الإيراني ونحن نعلم أن انخفاض الأسعار النفط كذلك هذا عامل آخر يؤثر كذلك ما يؤثر عليها هو خساراتها اليومية التي حاصلة يوميا على الحرس الجمهور الثوري والميليشيات التي تصرف عليها إيران يوميا في اليمن وفي سوريا فكذلك كل هذه العوامل ورطة إيران والوضع الداخلي المهلهة للإيران طيب إذن أستاذ عباس يلمح الدكتور اسماعيل ويؤكد ليس يلمح يؤكد بأن إيران هي الطرف الخاسر من هذه المعادلة ألا يدفعها ذلك نحو ضرورة البحث عن تسوية وأن تقبل وتتماهى مع كل المسجدات وعودة النموذج السعودي إلى قيادة المنطقة بالتأكيد حالة الصراع الموجودة في المنطقة لا سيكون ربحان بها كل الدول خسران في حالة الصراع ولكن كلاما لأخ من باريس ذكرني بحادثة جرت في دبي بأيام حكم الشيخ زايد جاء أحد المندفعين العرب وقال له لماذا لا نسترجع الجزر والجزر المغتصبة وصعد خطابه الشيخ زايد قال له بابا اقعد 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 شايف هاي الكهرباء مال قطر إذا مال الكهرباء مال الامارات صاروخين يوقع عنا ويقعد لنا بالظلمة هاي حالة الاندفاع والثورية المامد روسة خلي نطلع منعتها لسعودية لأخذ يضك بس لحظة بس خلنا أكمل فكرة يا أستاذي تفضل يعني التفجيرات باريس اللي صارت التفجيرات باريس اللي صارت والمتابع للاعلام الفرنسي والاعلام الاوروبي أول ما أشر قال أن هذا الارهاب اللي جانب باريس هو ارهاب وهابي سعودي السعودية تعيش أزمة داخلية أنا ضد أي تصعيد في المنطقة التصعيد لا يخدم إيران ولا يخدم السعودية ولا يخدم أي بلد ولكن على المندفعين الأخوان المندفعين خليه يدئوني شوية ويحللون بواقع طيب الآن أنا لتسألك أستاذ عباس في الحديث عن هذا الاندفاع ووصفك للنموذج المخاوف الإماراتية أنا لست مندفعا والمعطيات الاقتصادية تقوم بذلك المعطيات الاقتصادية بس ثواني ثواني أرتاح أرتاح أشرب لك بس دقيقة حتى أعطيك المجال أستاذ عباس أستاذ عباس أستاذ عباس أرجوك يعني فكرة فكرة الإشكالية التي ستقع فيها إيران والتي ستنعكس على العراق يعني أنت الآن ما تتحدث عن إمارات وإيران أنت الآن تتحدث عن منظومة خليجية وتتحدث عن قيادة سعودية وتتحدث عن تحالف عربي وإسلامي يحمل شعار مكافحة الأرهاب والتطرف وربما هو سيدفع الغرب للقبول بمعادلات جديدة يعني هذه المعطيات الجديدة لماذا لا تدفع النظام السياسي الإيراني وكذلك تدفع النظام السياسي العراقي وأدواته إلى يعني الهدوء والتعامل بحكمة وتروي لمصلحة العراق لمصلحة الشعب العراقي لمصلحة وحدة العراق كما يسمى وتقولون الآن قضيتين أنت طرحت الآن قضيتين القضية الأولى الحصار على إيران أكبر حصار مارستها الولايات المتحدة على إيران واستطاعت إيران أن تحقق إنجاز نووي وتخرج دمو هذه بركة العراق يا سيد عباس هاي بركة العراق أجيك أجيك والله بركة العراق وسيد عباس النفل العراقي والمال العراقي ونرح يا دكتور العرب وين هم عندهم غير بول البعير يعني هم العرب وشعدهم لا لا هذا الكلام رجعنا للكلام الغير مقبول يا سيد عباس موحدد أن نسولف يعني بموضوعية ونسولف يا سيد عباس يا دكتور بلاد أنا أقول لك الإيران استطاع أن يعقد صفقة مع العالم والعربي استطاع أن يعقد صفقة مع داعش الخطاب والله هي يؤسفني يعني مستواك المنحط يا دكتور أنك تخافبني بهذا الأسلوب يعني دكتور دكتور عباس طبعا ما أريد عليك وأنزل نفسي أنزل نفسي المستوى دكتور عباس نرجع 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 الموضوع أنا يخليك الله خلينا خلينا دكتور عباس يخليك الله وسمح له أن يخوض ويحل مشاكل المنطقة ولسيما التي فيها الأيد الإيرانية. نتحدث عن سوريا نتحدث عن اليمن واليمن قضية تماشية وسوريا قضية. يعني بس اسمح لي يعني الآن إحنا كعراقيين محسبين حساب لهذه الساعة الأولاء. نعم إحنا العراقيين إيش عندنا لحظة إحنا العراقيين لا من مصلحتنا صراع العراق على مرة تارية. هو ساحة صراع عثمانية صفوية. هذا عارفي. لذلك والأمريكي غير صادق معنا وكل الدول الدافع عن مصالحها. إحنا علينا مصلحتنا عندما حذرنا وقلنا أنه جرس انذار إعدام الشيخ النمر لأن المنطقة ستدخل فيها كذا مأزق. هذا الموضوع العراقي. إحنا لا عجمنا على سفارة سعودية ولا حرفنا سفارة سعودية. وين تحيد أنفسنا من هذا الكلام يا أستاذ عباس؟ يعني وين حيدنا نفسنا إذا نور المالكي صرح. السيد عمار الحكيمي صرح. الأستاذ عادل عبد المهدي صرح. وزارة الخارجية تصرح. ويعني كأنه أكون 15 وزارة خارجية. مو وزارة خارجية وحدة؟ لا لحظة لحظة. الموضوع إحنا أما نريد أن نكمم أفواه الناس. لا لا نكمم أفواه أستاذ. إحنا نحتاج موقف رسمي واحد من القوى السياسية الموجودة والشركاء في العملية السياسية. ينطون موقف واحد موحد من هذه القضية. بس إحنا 100 ألف تصريح صار يا أستاذ عباس. هذا هو العراق الحالي الآن. ولكن في العرف الدولي الدول تأخذ مواقف وزارة الخارجية وتأخذ مواقف الحكومة. هذا هو الموقف الرسمي لأن المتعارف عليه. موقف الرسمي وإن كان مخففا عن الرأي الشعبي ولكن كان هناك موقف رسمي. هذا هو الموقف اللي ماشي واللي تحترم العراق. يعني أي موقف حتى الموقف الشعبي يساق سياسيا. يعني جماعة سيد مقتدر صدر طلعوا تظاهرات. الحشي طلع تظاهرات. الكتابة والفضل العباس صدرت تظاهرات وصدرت بيان. وصدرت جملة من البيانات توحي بفوضى. مو موضوع ديمقراطي. وكل واحد عندك قناة فضائية وصدر رأيها يا أستاذ عباس. هو هذا يعني. أنت كقناة فضائية عندك وشت نظر وتطرحها. الآخر عنده. وهي حالة العراق. أنا نصورها حالة إيجابية. وليس حالة. الحالة السفية إلى تحول إلى أفعال. هل أستطيع أن أشارك؟ نسمع كلام دكتور إسماعيل. الآن حول هذا الموضوع. أيضا أستاذ إسماعيل. نحن نتكلم دكتور عن مآلات الموضوع. إلى أين يمضي وفق هذا المشهد. وفق هذه المعطيات. وبهدور جان. أنا أرى أن هناك كثير من المعادلات ستتغير. نحن نعلم بأن الجامعة العربية ستجتمع يوم الأحد المقبل. وستكون هناك قرارات. فالسعودية الآن في هذا المساء أعلنت كذلك وقف خطوطها المدنية من وإلى إيران. معاملاتها التجارية أوقفتها. فكل هذه التطورات ستعرض الكثير من المعادلات الجديدة. وإذا كان ضيفك من بغداد يقول بأن إيران ليس هو يلمح بأن الضغط هذا لا يضر إيران وإنما سيضر المنطقة. أنا أعتبر أن هذا الضغط سيضر إيران مباشرة. وإيران هي الآن تعيش اختناق دبلوماسي كبير ووضعها الداخلي مهلهل مع الأقليات مع الأحواز مع المستوى المعيشي المستوى الاجتماعي الفقر السياسي في الخارج. كل هذه العوامل ستدعو أو لا تترك المجال لإيران أن تفكر في اتخاذ قرارات رشيدة. ولهذا أنا لست مندفعا وإنما أنا أقرأ المشهد من جانبه الاقتصادي والقانوني. أنا لست مندفعا يا سيدي أنا أرى بأن اليوم إيران فضحت فضحتها الثورة السورية وفضحها هذا ولاءة أو احتجاجاتها على النمر. يعني للأسف الشديد يعني لو كانت احتجت على السبعة وربعين الذين تم إعدامهم فممكن نقول بأنها تحتج من جانب حقوق إنسان وكذا وكذا. ولكن يعني أن نيتها الخبيثة تتكلم على النمر وباقي الـ 46 الذين تم إعدامهم وكأنهم ليسوا بشر لا يحق الكلام عليهم. يعني هذا إذا دل على شيء فإنما يدل على النيات الخبيثة للتوسع الإيراني في المنطقة العربية. الميليشيات المنتشرة عبر الحرس الثوري في سوريا المجمعة الحوثي في اليمن. هذه الأذرع التي تريد زرعها في السعودية عن طريق النمر. وبالتالي فهي هذه الأذرع ضربت وبالتالي فإن إيران الآن مضطرة إلى أن تغني الأغنية التي سئمنا من سماعها الوهابية والتطرف الوهابي وهذه الأغنية فات عليها الزمن. حولي بهذا الوصف دكتور. شكرا شكرا دكتور. الآن أستاذ عباس فعلا الموضوع ماشي نحو التصعيد بعد الذي ذكره الدكتور إسماعيل. الجامعة العربية رايحة باتجاه عقد الاجتماع وبالتأكيد سوف تتخذ موقف من طهران. مجلس التعاون الخليجي في قمته التي سوف تعقد في الأيام المقبلة أيضا يتوقع أن تتخذ قرار ربما فيه ملامح عسكرية تتعلق بالتعامل مع إيران. وهناك كما تعلم هناك قائمة بالمنظمات الإرهابية التي ستدرج على قائمة التحالف الإسلامي العربي. تتضمن حتى ميليشيات عراقية وفصائل مسلحة على رأسها الحجد الشعبي. يعني ألسنا أمام خلق لإيران في المرحلة المقبلة وعلى العراق أن يتعامل بحذر مع هذه المرحلة القادمة. يعني الموضوع أنت فسرته بكل هدوء الذي أتمنى أن يصل للأخ في باريس. أن المشروع السعودي هو المجيء بهذا الجيش التحالف الإسلامي إلى العراق. والدخول إلى العراق بعذر وبدون عذر. وإلا ما دخل ميليشيات الكمالية الدعية أو حشد شعبي في العراق. وهو مسؤولية الحكومة العراقية حارب السعودية. يعني هذا بدأ واضحا أن السعودية تفتع للأزمات. لكن العبادي موافق أستاذ عباس. العبادي موافق على كل هذه المعطيات وأنت تعلم. أنا لي علاقة باللعب. أنا لي علاقة بتصريح جون مكين. أنا أتكلم عن النظام السياسي العراقي. لا أتكلم عن رئي محل السياسي. لا 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 لا. اسمحني. أنا جون مكين عندما يخرج من السفارة الأمريكية في بغداد. ويعطي توصيف الجيش السني في المنطقة. وبعده أعلن التحالف الإسلامي ويأتي إلى العراق. أنا أريد أن أصل أن السيناريو والتفاعل وتفعيل المواقف. هو ضمن سيناريو مرسوم من أجل أن يأتي الجيش السعودي. وهذا الجيش التحالف الجديد إلى العراق. واحتلال بعض المناطق في العراق بحجة محاربة الميليشيات أو محاربة نفوذ إيران في العراق. وبالنتيجة الدافع والخاسر الأساسي في هذه المعركة هم العراقيين بعيدا عن الصراعات الأقليمية. شكرا وهنا ما نتحدث به في الختام دكتور عباس. أنا قلت لك ما لخصة بكلام العبادي. لأن أنا أعلم أن لا أحد في العراق يوافق على مجيء القوات التحالف إلى العراق والعبادي. لم يعطيهم الضوء الأخضر للمجيء للعراق. يعني هذه قضية ثانية سيدة حنان الفتلاوي في تصريح الله قالت بأن العبادي وفق على كل ما ذكره جون مكين والإنسي جرهان في زيارته إلى بغداد واجتماعهم. وأكدوا على وجود قوات برية إسلامية تدخل. وفق هذه المعادلة أستاذ عباس بالضرورة أن يكون هناك موقف سياسي من الحكومة العراقية. ألا تتدخل وتحيد وتحمي الشعب العراقي من كل هذه التداخلات. لا أن نصرح بعشوائية وبفوضوية بقضايا لا تخص الأهم العراقي. شكرا لك عباس الموسوي. كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد. شكرا للدكتور إسماعيل خلف الباحث في شؤون الانتهاكات الإيرانية والمحامي. كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من باريس. أشكركم على سعة صدركم في هذا الحوار المفتوح الذي ناقشنا فيه الأزمة الأقليمية في منطقة الشرق الأوسط. بعد أن ذهبت الرياض وذهبت المنامة وذهبت الخرطوم إلى قطع العلاقات الدبلوماسية. ولحقت بهم دولة الإمارات إلى تخفيض التمثيل الدبلوماسي هناك. إلى أين تمضي المنطقة؟ الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشكر لكم طيب المتابعة. اشتركوا في القناة